اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضغطوا على الجرس الموجود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضروري من ضغطوا على الجرس الموجود بجانبيه نضغط على حفظ تأكدوا ان الجرس تغير واصبح بهذا الشكل بالنسبة للمكونات نحتاج لتر من الحليب قسموا على دوكاسرول يعني في كل كاسرولة نصف لتر من الحليب نحتاج السكر على حسب الضوء يمكن ملعقتان كبيرتان هنحتاجوا النشا هنحتاجوا في كل نصف لتر حليب نعملوا زوش المعالق او ملعقتان من النشا نحتاج كغامل بالنسبة لي حضرتوا في المنزل سوف نوضع لكم مره بالتحضير والفيديو بالنسبة السيدة او تستعمل اي طريقة ناجحة يمكن لها ونحتاجوا الشوكولات اسود اي نوعية اي ماركة لا تتزموش بالماركة المهم يكون شوكولات اسود وعلى البارد من دون ما نشعلوا النار ونضيفوا ملعقتان من النشا في كل نصف لتر من الحليب بالنسبة لي كانوا لكم اضفت غير ملعقة واحدة لان يسبق قبل ما تقطع للكاميرا كنت اضفت ملعقة كبيرة كدلي فيه جوج المعالق نشا في كل نصف لتر حليب نصف اللتر الاول نضيف له علبة من الشوكولات اسود ونضيف له السكر لحسب الضوء كيف ما قلت ملعقة كبيرة وملعقتان وبالنسبة الكسرولة الثانية في كل نصف لتر حليب اثنان ملعقة من النشا ونضيف الكراميل بالنسبة لي محضر منزلية الكمية تضيفه افيراميدورياني لحسب لكم اللي كتبغي كل سيدة لكتبغي الحلوة بالزيد راح اتضيف ما كانش عندها مع الحلوة بالزيد ممكن هتعمل غير ملعقة كبيرة وعلى البارد نخلطوه جيدا جيدا حتى تدوب هذيك النشا وما تكللش لينا ومن اللي تنعملوه على النار دروني ما تكون مهيلة جدا ونستمرو في التحريك حتى يبدأ يقاد لينا ويبلي شكل دياله وعاقد نسبيا بحال شكل ديال الكريم باتيسيار هنحتاجو ديفيغين او كؤوس زجاجية ممكن تكون كبيرة او صغيرة ممكن سيدة تعملو في زليفات على حسب ضوقها تنقبطو اليدريكاترول ونصبو بهذه الطريقة اللي كتبان امامكم تنصبوه في آن واحد باش يجي عندنا شكل دياله من زركش النصف دياله تيجي الشوكولة والنصف الاخر تيجي بالكارامين تنقو هكذا نكملو كامل كميات الكريمة اللي متوفرة لنا ونخليوهي بردغي لكوزين لا ندخلوه الثلاجة مباشرة وهو سخيخا يعني نخليو حتى ياخد الحرارة الطبيعية ديال المطبخ ثم من بعد ذلك تنغلفوه بالبابيثيو الفاغيزي وتندخلوه الفريقو بشكل عادي حتى قبط راسو ويبرد تيجيها يلف المضاق او في شكل دياله وهو سهل في التحضير تنحتاجو البابيثيو الفاغيزي تنغلفوه بالوجه ديال الكووس باش ميشموش الرائحة الخضرات من تلاجة ثم ندخلوه الفريقو حتى يقبط راسو بطبع الحال كيف مقتلكم من بعد ما تياخد الحرارة الطبيعية ديال المطبخ وما تيبقاش صخيخا تندخلوه الثلاجة ونتظرو عليه حتى يقبط راسو ومن بعد ذلك سيدة زينو يمكن تحتافظ به غير هكذا يبقى لحسب الضوء تجي رائع جدا سهل في التحضير وكيف مشتوه مكونات بسيطة جدا واقتصادية اتمنى تنال اعجابكم في كرة اليوم لا تنسوا تعملوا لايك على فيديو وتشتركوا فرصة